أسبوعان تقريباً يفصلان بين تصريحين إسرائيليين فجر غضباً داخلياً وإدانات خارجية واسعة بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بيرسلايل سموتريش طالب فيها بمحو بلدة حوارة الفلسطينية أعتقد أن قرية حوارة بحاجة إلى محو أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك بعد سموتريش بتصريحات استفزت الداخل الفلسطيني قال فيها أن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره مئة سنة لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني السلطة الفلسطينية صارعت للتنديد بتصريحات الوزير الإسرائيلي المتتالية الرئاسة وصفتها بتزييف للتاريخ ودليل على عنصورية الحكومة الإسرائيلية التي تنكرها فيما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتايا استنكر تصريحات سموتريش ووصفها بالعصورية والتحريضية دليل قاطع على الفكر الصهيون العنصر المتطرف الذي يحكم أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية ورغم التنديدات الداخلية والخارجية بتصعيد غير المبرر لتصريحات سموتريش العدائية يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو موقفاً صامتاً ولا يضع حداً لها أمر قد تبرره خبايا المشهد السياسي في إسرائيل فنيتانياهو كون حكومته من ائتلاف حرج يضم فيه أحزاب أقصى اليمين يخشى أن يؤدي صدامه مع سموتريش إلى انهيار ائتلافه وبالتالي حكومته بالكامل هنا قد تكون أسباب استمرار تجاوزات رئيس المالية الإسرائيلي واضحة فهو الزعيم حزب الصهيونية الدينية ونيتانياهو لا يرغب في خسارة تأييد حزب النافذ فمحاولة معارضته قد تكلفه خسارة السلطة